السلام عليكم يعني وقع خطأ في الدرس السابق هو أن الخريطة في النشاط الثالث النشاط الأخير يعني النشاط الأخير في المقطع التعلمي الثالث يعني كانت الخريطة في الواقع خريطة قديمة كانت فيها 16 جهة إذن تقسيم الإداري القديم بينما في الواقع التقسيم الإداري الجديد يعني هذا هو الخريطة التقسيم الإداري الجديد كما موجودة عندكم في مقراراتكم إذن كما تلاحظون يعني هناك 12 جهة فقط وليس 16 جهة أو 15 جهة عفوا إذن هناك 12 جهة فقط إذن هذا التنويه للتوضيح إذن الآن يعني مباشرة بعد الدرس الأول هناك ملف هو ملف حول المغرب ومؤشر التنمية البشرية إذن كما تعلم مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر مهم هو المؤشر الذي يبينه مدى تقدم الدول في إطار مؤشر التنمية البشرية يعني يمكن أن نطلع على تعريف مؤشر التنمية البشرية من خلال مفاهيم ومصطلحات إذن مؤشر التنمية البشرية هو مقياس تركيبي لقياس التنمية البشرية بناء على ثلاثة مؤشرات الدخل الفردي ومستوى التمدرس وأمل الحياة يصنف مؤشر التنمية البشرية إلى ثلاثة أصناف مؤشر عالي مؤشر عالي عندما يكون 0.84 فأكثر وهناك مؤشر متوسط أي ما بين 0.5 إلى 0.7 إذن هذا مؤشر متوسط ثم مؤشر ضعيف عندما يكون أقل من 0.49 إذن هذا هو تعريف مؤشر التنمية البشرية إذن يعكس مؤشر التنمية البشرية مستوى التطور الإجتماعي وإشباع الحاجات الأساسية للسكان وقد أصدر المغرب تقريرا عن مؤشر التنمية البشرية يبرز تطوره وتوزيعه على مختلف الجهات مع مقارنته مع المستوى يعني القاري يعني مستوى القاري على مستوى القارة الإفريقية وكذلك على المستوى العالمي إذن أولا مستوى التنمية البشرية بالمغرب إذن لدينا جدول يوضح تطور مستوى التنمية البشرية بالمغرب إذن لدينا ابتداء من سنة 2005 إذن في سنة 2005 كان مؤشر التنمية البشرية 0.55 إذا عودنا إلى تعريف المؤشر التنمية البشرية إذن يعتبر مؤشرا متوسطا لماذا؟ لأنه يقع ضمن مجال 0.5 0.7 نفس الشيء بالنسبة لسنة 2007 وشير التنمية البشرية ارتفع بشكل طفيف وصل إلى 0.57 سنة 2010 كذلك ارتفع بشكل طفيف إلى 0.58 ثم سنة 2011 كذلك 0.59 2012 يعني استقر مؤشر التنمية البشرية على 0.59 في سنة 2014 يعني كان هناك نمو طفيف لمؤشر التنمية البشرية حيث بلغها 0.62 إذن هذا يعني آخر مؤشر مسجل سنة 2014 بالنسبة للمعدل العالمي معدل العالمي هو 0.71 هذا هو يعني متوسط المعدل العالمي بمعنى أن المغرب هو أقل من المتوسط العالمي بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية إذن أقرأ معطيات الجدول ثم أحدد موضوعه إذن ما هو موضوع هذا الجدول ما موضوعه إذن موضوعه هو تطور مستوى التنمية البشرية بالمغرب هذا هو موضوعه أصف وطيرة تطور مؤشر التنمية البشرية في المغرب إذن مؤشر التنمية البشرية في المغرب كما هو واضح يعني من 2005 إلى 2014 انتقل من 0.45 إلى 0.62 0.62 بمعنى أن مؤشر التنمية البشرية في المغرب يعني ينتقل بشكل يعني مؤشر التنمية البشرية ينتقل بشكل تصعودي يعني بشكل تزايودي يعني أن التنمية البشرية في المغرب تنمو بشكل ولكنها تنمو بشكل ضعيف جدا بشكل ضعيف يعني تنمو بشكل ضعيف إذن أقارن مؤشر التنمية البشرية الحالي للمغرب بالمتوسط العالمي إذن آخر سنة 2014 مؤشر التنمية البشرية 0.62 المعدل العالمي 0.71 ماذا يعني ذلك إذن مؤشر التنمية البشرية الحالي للمغرب هو أقل من المعدل العالمي الوثيقة جوج ميبيان توزيع معدل تمدرس الأطفال بين السن السابعة والثانية عشر سنة حسب الجنس والجهة سنة 2014 يعني بنسبة مئوية إذن لدينا لدينا جهة العيون السقي الحمراء إذن وصلت نسبة التمدرس في الأقاليم السحراوية إلى يعني إلى التسعينات إلى 98 في المئة بالنسبة للذكور والإينات إلى الظكور 98 في المئة والإينات إينات باللون أخضر ليس كذلك ليس باللون إذن المجموع باللون الأخضر أم باللون إذن الإينات 98 فصيلا 7 في المئة الإينات 78 فصيلا 7 في المئة يعني أكثر من الذكور 98 في المئة إذن العيون السقي الحمراء هي أكثر الجهات يتمدرس فيها الأطفال كذلك الداخل واد الذهب الداخل واد الذهب إذن تمدرس الذكور أيضا 98 في المئة تمدرس الإينات 97 في المئة كذلك جهة قليمي مواد نون تمدرس الذكور 97.4 في المئة وتمدرس الإينات 95.8 في المئة يعني تمدرس العام 96.6 في المئة كذلك بالنسبة لدرعاتها في لالت يعني تمدرس العام 96.2 في المئة الرباط سلوى القنيطرة تمدرس بشكل عام 95.8 في المئة سوس ماسا تمدرس فيها 95.7 في المئة بني ملال خنيفرة 95.1 الدار البيضاء 95.3 في المئة مراكش 94.3 فاس مكناس 93.8 طنجة طوان الحسيمة 92.2 الشرق 92.9 في المئة إذن هذا مبيان توزيع معدل تمدرس الأطفال بين السبعة واثنى عشر سنة حسب الجنس والجهة لسنة 2004 إذن أقرأ معضيات البيان ثم أحدد موضوعه إذن ما هو موضوع المبيان 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 عفوا الموضوع المبيان هو توزيع معدل تمدرس الأطفال بين السن السابعة والتانية عشر سنة حسب الجنس والجهة سنة 2014 بالنسبة المئوية هذا هو موضوع المبيان إذن أرتب الجهات حسب معدل تمدرس الأطفال الإنات إذن هنا مطلوب تمدرس الأطفال الإنات إذن الجهة الأولى في تمدرس الأطفال الإنات هي العيون الساقية الحمراء إذن هذه هي الجهة الأولى الجهة الثانية هي الداخلة وادي الدهب الجهة الثالثة بالنسبة لتمدرس الإنات أيضا قليميم وادنون ثم بعد ذلك ضرعة فلالت ثم الرباط السلاء القنيطرة إذن هذا هو الترتيب السليم يعني لا عفوا يعني الترتيب يعني يبقى سليما إلى حدود ثم سوس ماسا سوس ماسا لأنها 94.9 يعني الإنات ثم لدينا ماذا؟ بعد سوس ماسا سوف نجد نجد طنجة تيطوان الحسيمة نسبة تمدرس الإنات 93.8 إذن طنجة تيطوان الحسيمة ثم بعدها ماذا يأتي؟ تأتي بني ملال خنيفرة بنسبة 94.3 ثم الضار البيضاء قبل الضار البيضاء قبل 94. يعني عفوا سوس ماسا ثم بني ملال ثم الضار البيضاء ثم تنجة تيطوان الحسيمة بعد ذلك يأتي الدور على مراكش أسافي وفاس مكناس وأخيرا الشرق يعني هذا هو الترتيب وقارنوا بين معدل تمدرس الأطفال الذكور والإنات وأستغلص الفروقات بينهما إذا في الواقع فروقات طفيفة ليست فروقات كبيرة لكن هنا نراحظ أنه في تنجة تيطوان هناك فرق كبير الإنات أكثر بكثير من الضكور الإنات 93.8 بينما الضكور 92.1 إذا يعني تنجة تيطوان الحسيمة هذه الجهة فيها وضعية استثنائية حيث أن الإنات أكثر تمدرسا من الضكور فقط هذه الجهة التي فيها هذا الاستثناء أما بقية الجهات كذلك جهات العيون السقي الحمراء الإنات فيها أكثر تمدرسا من الضكور الإنات 98.7% أكثر من الضكور الضكور 98.0% إذا تنجة تيطوان الحسيمة والعيون السقي الحمراء تمدرس الإنات فيها أكبر من تمدرس الضكور أما بقية الجهات فتمدرس الضكور يعني أكثر من تمدرس الإنات لكن هناك تقارب يعني تقارب في تمدرس الإنات والذكور أحددوا على المبيان الجهة التي أنتم إليها إذا حددوا الجهة التي تنتمون إليها ما هي جهتكم؟ أنا شخصيا أنتمي إلى جهات الضار البيضاء استثناء أحددوا على المبيان الجهة وأبحثوا عن العوامل المفسرة لفروقات تمدرس الأطفال بها أي لا توجد أنك فروقات كبيرة في الواقع فروقات بسيطة يعني ما ليست بشكل يعني هناك فوق 90% من تمدرس الضكور والإنات ثانيا خصائص التنمية البشرية بالمغرب مقارنة مع بعض البلدان إذا لدينا الجدول الثالث جدول مؤشر التنمية البشرية للمغرب مقارنة ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2015 إذا لدينا المغرب مؤشر التنمية كما رأينا سنة 2005 0.55 سنة 2014 0.62 يعني بمعنى أن مؤشر التنمية البشرية في المغربية تطور بالنسبة لغانا غانا في 2005 مؤشر التنمية البشرية 0.46 سنة 2014 مؤشر التنمية في غانا كذلك يرتفع بـ 0.57 في غانيا الاستوائية نفس الوضع في 2005 كان 0.49 في 2004 0.58 يعني تطور قليلا في الكاميرون مؤشر التنمية سنة 2005 0.42 وسنة 2014 0.51 نيجيريا ليست لدينا معطية عن 2005 لكن سنة 2014 كان مؤشر التنمية 0.51 السنغال مؤشر التنمية سنة 2005 0.40 سنة 2014 يعني هناك تطور طفيف جداً 0.46 المعدل العالمي إذن معدل العالمي سنة 2005 كان هو 0.66 في 2014 معدل العالمي هو 0.71 يعني إذن هذا تقرير التنمية البشرية يعني الدولي إذن أقرأ معطية الجدول أحدد موضوعه إذن ما هو موضوع هذا الجدول؟ موضوعه هو مؤشر التنمية البشرية للمغرب مقارنة ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2015 هذا هو موضوع الجدول أقارن مؤشر التنمية البشرية بين المغرب وبعض بلدان إفريقيا إذن واضح أن المغرب يتفوق على البلدان الإفريقية بالنسبة لمؤشر تنمية البشرية إذن المغرب يظل أولا في نسبة التنمية البشرية سنة 2015 وكذلك سنة 2014 إذن المغرب يتفوق على هذه البلدان التي قرنا معها في هذا الجدول أستخلص الاتجاه العام لتطور التنمية البشرية بين المغرب وبعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إذن على العموم إتجاه التطور هو إتجاه إيجابي المغرب مؤشر تنمية البشرية في المغربية تطور كذلك نفس الشيء بالنسبة لمؤشر تنمية البشرية في بقية البلدان إفريقيا يتطور بشكل طفيف يعني التطور في المغرب يعني يعتبر أعلى من التطور في بقية الولدان الأفريقية إذا لدينا هنا كذلك الوثيقة رقم أربعة خريطة تصنيف الجهات حسب نسبة السكان الأميين إذا كما تلاحظون ألاحظ الخريطة وأقرأ معطايتها إذا لدينا مجموعة من الجهات لدينا الجهات أقل من 30% من نسبة الأمية إذا هي الجهات الصحراوية جهة الدخلة وادي الدهب وجهة العيون الساقية الحمراء كذلك جهة الدار البيضاء السطات وجهة الرباط السلاء القنيطرة إذا هذه الجهات معدل نسبة السكان الأميون أقل من 30% بمعنى أنها جهات يعني يمكن القول بأن سكانها متعلمون بشكل أكبر يعني أكثر من 70% من سكان هذه الجهات هم متعلمون يعني يعرفون القراءة أو الكتاب على الأقل إذا هذا بالنسبة ثم لدينا جهات يعني مثلا لدينا جهات قلميم ودنون ولدينا جهات سوس ماسا ولدينا جهات ضرعة فلالت وكذلك نعم ضرعة فلالت ثم لدينا جهات الشرق وجهات طنجة طوان الحسيمة هذه الجهات يعني هذه الجهات نسبة الأمية فيها ما بين 30% و35% إذن هي إذا أردتم القول يعني أقل يعني نسبة الأمية فيها أكثر بقليل يعني من الجهات السابقة ولكنها يعني تبقى متوسطة من ناحية نسبة الأمية ثم لدينا الجهات التي نسبة الأمية فيها تتجاوز 35% وهي جهات مراكش آسفي وجهات بني ملال خنيفرة ثم جهات فاس مكناس إذن هذه الجهات نسبة الأمية مرتفعة نسبيا يعني بنسبة 35% إذن ألاحظ الخريطة وأقرأ معطياتها أحدد موضوعها إذن ما هو موضوع الخريطة؟ موضوع الخريطة هو تصنيف الجهات حسب نسبة السكان الأميين أرتب الجهات حسب نسبة الأمية إذن يعني حسب نسبة الأمية إذا يعني الجهات الأكثر يعني الأكثر أمية نجد جهات مراكش آسفي جهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس هذه الجهات الأكثر أمية ثم يعني الجهات متوسطة الأمية نجد جهة جليمي موادنون جهة سوس ماسة جهة درعة فلالت ثم جهة الشرق وجهة طنجة طوان الحسيمة أما الجهات الأقل أمية فهي جهات الدخل ودي الدهب العيون السقي الحمراء والدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرق لأن هذه الجهات الأقل أمية إذن بهذا نكون قد يعني قدمنا هذا الملف ملف حول المغرب ومؤشر التنمية البشرية إذن أتمنى أن يكون هذا العرض لهذا الملف مفيدا لكم ونلتقي مع الدرس الثاني الدرس الثاني في إطار الجغرافية لبرنامج السنة الثانية إعدادي إذن شكرا لحسنة تتبعيكم وإلى اللقاء مع الدرس الثاني درس الثاني في إطار الجغرافية